وفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على إرسال وفدين إلى مصر وقتر بهدف مواصلة التفاوض من أجل إطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وأوضح مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء تحدث مع رئيسي جهازي المخابرات الإسرائيليين شين بيت والموسادة ووافق على أن يتوجه وفدان نيابة عنهما في الأيام المقبلة إلى الدوحة والقاهرة مع تفويد للمضي قدما في المفاوضات